أستاذة هدى أستاذة هدى أستاذة هدى ألو ألو أستاذة هدى تفضلي إزايك هدى للشيخ عامل إيه؟ نعم وفضل الحمد لله طلبة منك تديني أنا وأمي وأخواتي ربنا يساعدنا ويمتعيننا أي حاجة وحشة رب ويمتعيننا المرض الوحش حاضر وإن شاء الله يحفظكم ويمسع عليكم وإن شاء الله يجعلكم في خير حالي الله أمين يا رب الله أمين أنا لها بس السؤال بعد إذن حضرتك في صديقة لي اتوفت من كام يوم وكانت عاملة فيها جميلة من حوالي كام سنة وما كانت شراب يتأخذ مني يعني كانت دفع لي مثلا زي مثلا فاتور التريفون ومش راب يتأخذ مني المبلغ فهي عندها ولدين والولدين واحد في المعاش يعني بيأخذ معاشها دلوقتي ومعاش بابا والتاني في الجيش فأنا أنا يعني لما روحت لقيت الظروف مش مش تسمح فعايزة أرجع لهم الفلوس دي هل أقسم المبلغ ده على الولدين ولد الولد اللي مش في المعاش طيب أنا أجاوبها لحضرتك فيها سئلة تانية يا سيد زهودة أو ده حاجة تانية آآ في حاجة تانية من زمان قوي فضلت الشيخ بس مضحكش عليها بالله عليك أو تزعل آآ كان يعني لا بقى أنا ما بتحكش ومضحكش ومضحكش يعني معاش نعرف حضرتك يعني برضو يعني بتعرف بنا يعني وبنتعلم منك خالص يا فندي بتفضلي آآ زمان قوي قوي واحد كان آآ كان آي اللي خلتي البنت دي عليها حاجة مش هتسيبها إلا ما تقبر وانا كل سنة يعني عايزة أقول لك في النازل مش في مش في الطالع للأسف يعني وانا الحمد لله يعني شغالة ومتعلمة وبعمل دراسات عليا و وديش حاجة نقصاني الحمد لله بس فعلا أنا أنا متجوزة؟ لا لا للأسف تفضلي فكلامه كلامه في دماغي اتصلت عليه من فترة بس هو عيب ليه طيب ليه اتصلت عليه من فترة؟ مش عارف عشان عايزة أعرف إيه الحاجة دي ولما انت عارف إن أنا عندي حاجة ليه أنت معالك فينيش يعني لما انت بأيديك إن انت تعالي زي الدكتور كده ما بيرروح له دين عليك لا ومزايد الدكتور إن جيت الحق يا ستة هدى لا ومزايد الدكتور ما أنا عارفة بس أنا مش عارفة أنا تصلت عليه وعايز أقولك يعني يعني شديت معي بصراحة درجة قلتول لو أنت في إيديك إن انت تعالجني وعارف إن أنا كده ربنا انت عليك ربنا مش هيسيبك لغاية يوم الجين وانا مش مستمحك طيب بصراحة انت عارفة يستاهل يعارفة يستاهل ليه عشان ده جزاء النصابين تعالي اقول لك بقى حاجة تعالي اقول لك يا استيزة وداول خالص طب ادعيلي بالله عليك من النبي حالك حاضم انا دعيتليك انا اول حاجة انا اول حاجة دعيتليك بساعة الرزق ساعة الرزق عشان دعيتليك بالزوج الصالح انا قلتلك انا لما دعيتليك بساعة الرزق كنت دعيلك بالزوج الصالح تعالي بقى نشوف أسئلتك خلاص وعدعيلك إن شاء الله أستاذة صدقتك اللي توفه يديه هي خلاص كانت متبرعة يعني كانت الفلوس اللي اديتها لك دي هي اعتبرتها هدية فاللي انت هتدفعيه ده مش دين اللي انت هتدفعيه وتديه لأولادها ده ده مش دين ده صدقة صدقة يعني هي هدية الهدية برضو صدقة فانت هتديها لأولادها هتديه لهم زي ما انت عايزة بقى عايزة تساوي بينهم ساوي بينهم عايزة تدي لواحد أكتر من تاني انت حرة لان دي صدقة مش سدات دين ده مش تاركة ومش ميراث هي كانت متبرعة بالمال اللي اديته لك والمال ده ما اصبحش دين عليك ولا حاجة لكن هو وفاءا لجميلها انت هتدي لأولادها هدية والهدية ديته والزعية زي ما انت عايزة السؤال بقى بتاع صعب من اللي قالك من زمان انت عليك حاجة ومش هتروح هذا كلام كذب انت في حفظ الله في عون الله واكم من البنات عندهم نفس الحال اللي حضرتك عنده ده ومش معقولة يعني ان ابليس والجن والعفريت سايبين كل الناس ومركزين بس مع المسلمين العمر المهم كمان انت ليه بتقولي ان الحاجة دي لو ما تحققتش بانت فيك حاجة نقصاك رزقك هيصلك ان الذي كتب الرزق هو كتب الرزق وهو اللطيف وهو كتب على نفسه الرحمة فالحال اللي انت فيها دي حال رحمة حال لطف فما تعوديش تكدري حياتك وتفسدي حياتك بان انت نقصني حاجة نقصني حاجة نقصني حاجة ابدا لو ان الحاجة دي فيها خيرك اكيد كانت سبقت الى حياتك من تفكيرك لان الله لطيف بعبادة وعشان كده هوني على نفسك كل اللي انا بنصحك به ان انت تدعي ربنا وتقولي يا رب اسألك وانت الكريم وانت الودود وانت الرحيم ان ترزقني رزقا به يسعد قلبي واتعلق فيه برحمتك وبجودك وبكرمك اللهم اكرمني بكل شيء يسعدني ولا تمنع عني شيئا يسعد عبدا من عبادك الا واعطاني تاني اياه يا رب ربنا حقق اخرك مناكي وان شاء الله تكوني في صحة وسعادة ان شاء الله ويوسع عليك عن قريب ان شاء الله استاذ عبد الحميد استاذ عبد الحميد السلام عليكم وعليكم السلام وحكاته تفضل استاذ عبد الحميد لا تفضل فضل الحمد لله ونعمة تفضل حملت عليه السؤال كده من يعني كان والدي يعني كان عائشة الله يرحمه الله يرحمه انو اخوك اخوك كان بيعامل والدك وعاملة وحش وبعدين اخوك لا حاولي ولا اخوة دلوقتي وخلي طايلين اخويا ان يبسط له في رزق ويوسع له ويبارك له في عمره على طول يبري والديه ولذلك هذا الكلام يجعل الانسان يحاسب محاسبة شديدة لان اخوك الوالدين من الكبائر والاوصاف اللي حضرتك بتقولها دي اوصاف انسان لا يعرف معنى محبة الله ورسوله اذا كان بيعمل كده عن عمد وظلم وكراهية وازى للناس بس عايز اقول لحضرتك حاجة ان اللي حضرتك شفته ده ده ما يعنيش ان الاولاد زي ما الناس بتقول ان الاولاد اتحكم عليهم خلاص ان هم يضيعوا وخلاص ويتحملوا اوزار ابوهم لكن ربنا سبحانه تعالى يحاسب هذا الشخص في الدنيا والاخرة نعم يحاسب هذا الشخص في الدنيا والاخرة والقصص الوردة عن السلف والوردة في الاثار اكثر من ان تحصى في مسألة ان الولد اللي بيعمل اذى وبيسيء لابيه ويعوق ويعوق سواء لامه او لابيه ان هذا يرد له في الدنيا قبل الاخرة فيحاسب على هذه الكبيرة في الاخرة ويجد جزاء السوء وجزاء العقوق في الدنيا بمحق البركة والعاذ بالله والاذى الذي يراه بما اذى به والدي ونزيك هو لازم يعمل يتوب الى الله ويسارع طب اذا تبع الى الله وسارع ان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يقبل توبيته بس يحسن بقى الى من كان فيه بر الوالدين اذا كان عنده امه لسه عايشة يحسن اليها ويستغفر لابيه ويتوب الى الله ويتصدق عن ابيه كل ده واتممكن يغير كل المسألة دي مش هو ختمه خلاص هو اتختم به بس انا خاف خاف من السئلة دي انه بتبقى رسالة انت ضعت خلاص لا لا خالص من عق والديه يتوب الى الله سبحانه تعالى ويحسن اليهما حتى في قبورهما وان شاء الله سبحانه تعالى عسى الله سبحانه تعالى ان يتوب عليه ويغفر له هذه الكبيرة